وهي جزئية خاصة بين جمينة المصري العالمي محمد صلاح واللي خد المركز السابع في البالوندورش الكرة الزهبية وأنا بالتحديد خلاص الموضوع بعله 3-4 ايام أنا باتكلم على ايه على التصويت لمحمد صلاح والدول اللي صواطت لمحمد صلاح واللي ما صواطتش لمحمد صلاح والناس اللي دولوا صوتهم والناس اللي ما دولوش وده أمر مهم جدا ولفت نظري في الحقيقة من مبارح فتعال كده واحدة واحد بص بقى يا سيدي عندك ست دول عربية فقط ست دول عربية فقط صواطت لمحمد صلاح كرقم واحد اللي هو في المركز الأول في تصويت البالوندور اللي هم مين مصر أمر طبيعي العراق أردن فلسطين اليمن وجنوب السودان جنوب السودان مش دول عربية في خمس دول عربية فقط اللي بدت لمحمد صلاح في المركز الأول حلو حلو كمان عندك في الدول الأفريقية واحد وثلاثين دولة شاركت في عملية التصويت ومدلوش صلاح مدلوش صلاح أي رقم الأرقام الخمسة الأولى وهم مين بقى جنوب أفريقيا وعنجولا والجزائر وبينين وبوركينا وكاب فيردي وبرونديو عدد كتير جدا من الدول عفو أنا اللي يهمني إيه في المقابل في دول أخرى في أفريقيا قدت لمحمد صلاح يعني مثلا كاميرون قدتوا المركز الثاني جنبيا الثاني جزر القمر الثالث جبوتي الخامس جنبيا الثالث ليبيا الثاني المغرب الخامس ليبيريا الخامس نيجيريا الخامس روان يعني كده حلو لكن أنا في عندي عتاب عتاب الأشقاء لإخواتنا العرب رغم أن هم حقهم طبعا كل الحق أن هم يصوتوا لأي حد هم شايفين ومجد نظرهم أنه هو يستحق الكرة الزهبية في العالم كله لكن ألا يستحق محمد صلاح هذا العام أنه يفوز بالكرة الزهبية وده سؤال بوجهه للدول الخامسة اللي ما صوتوش لمحمد صلاح في أي مركز من المراكز اللي هو أنا بتكلم عنه كصحفيين طبعا مش الدول يعني هم الصحفيين اللي بيحكم اليوم التصويت يعني اللي هم من سوريا ولبنان والجزائر وتونس ومريطانيا والصومال خمس دول أو ست دول عربية ما صوتتش لمحمد صلاح في أي مركز مش مقتنعين يعني محمد صلاح حقهم كل الحق أن هم يصوتوا يعني الممثلين بتوحهم حقهم كل الحق أن هم يصوتوا لكن ألا يستحق محمد صلاح مساندة عربية ودعم عربي إن إحنا حتى اللقب من محمد صلاح إيه فخر العرب حاجة هتبقى صابقة اللي هي الأولى من نوعيها إن محمد صلاح يفوز بأفضل لعب في العالم فمش عارف إيه الأسباب في كده هو مجرد عتاب ولوم الأحبة والأشقاء بنحبهم كلهم وكلنا هم حبيبنا الصحفين اللي صوتوا لكل الناس معنا محمد صلاح يعني في الدول دي لكن يعني أنا أحديكم مثلا لو رياد محرز في الجزائر الرجل العيد كبير وتقيل جدا وهو حاجة موهبة عظيمة لو بينافس على الكرة الزهبية أنا واصل كل السقة إن الصحفية مثلا الناس مظهر اللي هي بتصوت باسم مصر في الفيفا أو في البل من دور تحديدا أنا واصل إن هي هتدي المحرز أول واحد ليه؟ لأن إحنا هدفنا كلنا أو زياش مثلا في المجرب هتدي زياش أول واحد إحنا عايزين لعبتنا العربي يبقوا دايما في أبها وأحسن صورة فليه لا؟ ما يكونش عندنا لعيب عربي يأخذ أحسن لعيب في العالم ومحمد صلاح تحديدا وإحنا مش بقول كده عشان نجام لمحمد صلاح لا الرجل بصراحة يستحق الرجل بصراحة بيجيب أهداف غير طبيعي سيباك من الأهداف الرجل هو النجم سوبرستار الدوري الإنجليزي سوبرستار ليفر بول يعني بصراحة فهنا لهم معتاب يعني الأشقاء لهذه الدول في الحقيقة لكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية أكيد حيكون في مسندة ودعم كبير جدا من كل الدول العربية إن شاء الله كمان في الجايزة الجديدة السنة الجاية وإن شاء الله محمد صلاح يقدر بإذن الله يفوس بجايزة أحسن لعيب في العالم تعالوا بقى سريعا نتكلم مع جزئي